قالت الخارجية الأمريكية أن وفداً أمريكياً رفع المستوى التقى قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر وأشار بيان الخارجية إلى أن الوفد الأمريكي بحث مع حفتر الخطوات الرامية إلى وقف الاشتباكات وتوصل إلى حل سلمي للأزمة الليبية واشنطن تبحث الأزمة الليبية مع قائد الجيش الوطني الليبي وزارة الخارجية الأمريكية كشفت في بيان لها أن وفداً من كبار المسؤولين الأمريكيين بحث خلال زيارة للمشير خليفة حفتر الخطوات الرامية إلى وقف الاشتباكات قرب ترابلوس والتوصل إلى حل سلمي للأزمة في ليبيا المباحثات تهدف وفق بيان الخارجية الأمريكية إلى إرساء أسس مشتركة لوقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في ليبيا وتشمل محاربة العناصر المتطرفة والمسلحة في الميليشيات الليبية إضافة إلى توزيع الموارد الليبية على جميع الليبيين المسؤولون الأمريكيون الذين أكدوا خلال اللقاء دعم بلادهم لسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية أعربوا عن قلقهم البالغ إذا استغلال روسيا للصراع على حساب الشعب الليبي وفق البيان وأكد حفتر في أكثر من مناسبة على أن القضاء على المجموعات الإرهابية ونزع سلاحها ضرورة وشرط لنجاح أي عملية سياسية مشددا على أن هذه الخطوة تمثل ضرورة حتمية للتمهيد لسلطة شرعية تستند إلى أسس دستورية يرتضيها الشعب الليبي وكانت قيادة الجيش الليبي قد أكدت في وقت سابق في بيان لها تعليقا على اجتماع نيويورك على أن العملية الديمقراطية التي ينشدها الشعب الليبي تصطدم دائما بمعارضة المجموعات الإرهابية والميليشيات المسلحة التي تسيطر على القرار السياسي والأمني والاقتصادي في العاصمة طرابلوس وتجعل من إجراء الانتخابات أمرا مستحيلا قبل القضاء عليها وتفكيكها ونزع سلاحها بالمقابل يستمر الجيش الليبي في تحقيق تقدم محسوب على الأرض مع تراجع الميليشيات ومقتل عدد كبير من قياداتها في إطار عمليات طوفان الكرامة التي أطلقها في أبريل الماضي لتحرير العاصمة الليبية طرابلوس من سطوة الميليشيات والتنظيمات الإرهابية ننقش هذا الملف مع ضيفنا من واشنطن الكاتب والبحث السياسي عماد عبدالهادي أستاذ عماد أهلا بك معنا في ردار الأخبار وفد أمريكي رفع المستوى زار المشير خليفة حفتر والهدف يعني وقف التصعيد العسكري بجانب طرابلوس أو في طرابلوس والتوصل لحل سلمي لهذه الأزمة في ليبيا بداية أستاذ عماد كيف تنظرون إلى إمكانية الوصول لهذا الهدف حاليا أعتقد أن هذا اللقاء محمول على عدة عامل العامل الأول هو أن هناك تقدم ميداني تحققه القوات الليبية أو قوات الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر ومن ثم فهناك نوع من القلق أن ذلك قد يؤدي إلى اجتياح شامل لهذه القوات لطرابلوس وقد تكون هناك كلفة باهضة لمثل هذا الاجتياح ومن ثم الدعوة إلى التهديئة ولكن السبب الأهم هو الوجود أو التدخل الروسي المسألة أكثر تعقيدا من ذلك لأننا نعلم أن بوساطة مصرية الولايات المتحدة أعلنت دعمها للمشير خليفة حفتر واتصل به الرئيس ترامب هاتفيا قبل عدة أشهر وأيضا هذا ما كان أعلنه في حينها مستشار الأمن القومي جون بولتول السابق حاليا المشكلة تكمن بالفعل كما أشار البيان وبشكل مختصر إلى تلك الجماعات الإرهابية المتطرفة التي تعتمد عليها حكومة الوفاق في ترابلس للأسف الشديد البيان يغيب عنه تماما داعمي هذه المجموعات بحسب ما ذكر البيان أستاذ عماد بما أنك تطرقت للبيان الذي خرج قلق أمريكي من استغلال روسيا للصراع في ليبيا على حساب الشعب الليبي أستاذ عماد ما الذي بالفعل يخيف واشنطن في مرحلة حساسة كهذه أولا يجب أن نذكر أن ليبيا كانت في عهد الزعيم الراه العقيد القذافي هي من الدول المنضوية تحت النفوذ الروسي إذا جازت تعبير ومن ثم روسيا لم تكن سعيدة على الإطلاق بالتدخل الغربي بزعامة روليات المتحدة بأن الثورة الليبية ومن ثم انتزعت هذه البلد من نطاق النفوذ الروسي نحن لأن نرى عودة قوية جدا للنفوذ الروسي في الشرق الأرصد خاصة عن طريق سوريا روسيا أيضا على علاقات جيدة وقوية جدا بمصر ومصر هي المعنية في البقام الأول بالملف الليبي لأن ذلك يشكل خطرا حقيقيا داهما على حدودها الغربية ولكن في نفس الوقت المصري التي توسطت لدى الولايات المتحدة لدعم المشيخ الخريفة حفتر ما أشرت إليه قبل قليل ويغيب عن البيان وكان دائما غائبا عن الحوار الليبي هو أن هناك دعما تركيا قطريا بل وقوات تركية تشارك وتدعم هذه المجموعات المتطرفة التي تنضوي تحت الحكومة في طرابلس هل يقف ذلك عائقا أستم عماد هذه التدخلات الخارجية هذا الدعم للميليشيات الموجودة في طرابلس وضواحيها هل يقف برأيك عائقا أمام تنفيذ هذا الهدف الأمريكي الليبي المشترك؟ نعم هذا صحيح إلى حد كبير ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ولا يجد إجابة حتى الآن لماذا لا تمارش الولايات المتحدة ضغوطا على كل من قطر وتركيا وهم حلفاء لها على أكثر من صعيد لوقف هذا التدخل ماذا يعني قطر وماذا تعني تركيا التدخل سوى دعم الجماعات الإسلامية طبعا نحن نعلم جيدا أن أردوغان رئيس التركي له أطمع في ليبيا بسبب مخزون النفط هناك وهو يريد أن يعيد تمديد الامبراطورية العثمانية أو الحلم الواهم الذي يشير إليه دائما لكن الولايات المتحدة ينبغي أن تمارس هذه الضغوط كانت كل من مصر وفرنسا وإيطاليا في مرحلة ما متضافرين جميعا لوقف هذا النزيف الذي يحدث في ليبيا ليس فقط من أجل الشعب الليبي ولأنه يشكل تهديدا على دول أوروبا الجنوبية طيب سيد عماد قبل ما ينتهي وقتي بماذا يمكن أن تتمثل هذه الضغوط الأمريكية يعني هنا السؤال اليوم من الأهداف الأكثر الحاحة لواشنطن القضاء على المجموعات الإرهابية وقف تمويلها نزع سلاحها لكن ما الخطوات التي يمكن لواشنطن أن تؤمنها اليوم بالوقوف إلى جانب المشير خليفة حفتر للوصول إلى أهداف طبيعة الحال يعني لنقل السلام للشعب الليبي السلام المنشود للشعب الليبي ماذا بإمكان واشنطن أن تفعل أن تفعل وفقا للهدف المعلن وهو تكفيف منابع الإرهاب بمعارسة الضغوط على كل من قطر وتركيا قطر تمول وتركيا تسلح بل وتشارك ببعض القوات والطائرات المسيرى إلى آخره يجب أن تستخدم واشنطن نفوذها لدى هاتين الدولتين لوقف دعمهما لهذه الميليشيات المسلحة وإلا وكما أشارت البيانات الليبية الرسمية وبيان العقيد المسماري لا يمكن الوصول إلى حل سلمي وتوافق بين الطرفين طالما كانت هناك هذه الجماعات تفسد أي محاولة للتفاهم سلميا بدعم من قطر وتركيا هل سنشهد زيارة جديدة أو لقاءات متبادلة قريبا هل في متابعة لهذا الموضوع سيد عماد برأيك نعم هذا اللقاء يأتي قبيل اجتماعات يفترض أن تعقد في برلين لبحث حلول سلمية تبدأ بالطبع بوقف إطلاق النار ومن ثم كانت واشنطن حريصة على أن تضع قدمها في هذه اللحظة تحديدا حتى تكون على بينة من مواقف الأطراف المتنازعة وما سوف أو قد يصفر عنه مؤتمر برلين شكرا جزيلا طبعت الحال على مداخلة الكاتب والبحث السياسي عماد عبد الهادي حدثنا من واشنطن الليلة أهلا بيك